ازايكم عاملين ايه؟ النهاردة هننتكلم عن الوجبات المناسبة لمتلازمة القولون العصر في البداية كده لازم احنا ننظم الوجبات بتاعتنا بحيث ناخد وجبات صغيرة الحجم وعدم تناول وجبات كبيرة بحيث ان احنا نشعر بالراحة للمعدة تاني حاجة لازم نشرب حوالي من لتر ونص لترين من الماء على مدار اليوم نتجنب السكريات خاصة سكر اللاكتوس وسكر الفراكتوس من اكتر الانواع منخفضة في نسبة الفراكتوس هو الشمام بالاضافة الى الجريب فوت والبرتوكال بالاضافة كمان للفراولة وينصح بتناول للحوم الحمراء مرة واحدة في الاسبوع ويجب الابتعاد عن سكر اللاكتوس واستبداله بلبن جوز الهند او تناول لبن اللوز ينصح بمضغ الطعام جيدا عند تناول الوجبة الغذائية بالاضافة الى النوم الجيد وممارسة الرياضة لو عايزين تعرفوا انواع الاغذاء الممنوع متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة ترجمة نانسي قنقر